واضح إنه حقيقي زي ما حدرتك ذكرت إنه الفنانين أياً مكان كل فنان في مجاله هو إيه أو الصناع نفس المهنة لأياً مكان كل واحد في مجاله هو إيه لما بيكونوا معترفين بشغله بعضه بيحبوا شغله بعضه شايفين الحلو اللي في شغل بعض أعتقد إن ده لازم يطلع حاجة حلوة في الآخر هي الكيميا دي بقى لازم يطلع حاجة حلوة في الآخر لازم هيطلع حاجة حلوة لو فين سجام فعلاً في الأفكار وفي الطيارات الفنية وكده لأ حيطلع حاجة لأنه فعلاً الكتاب فيه جزء منه بصري وهي هو منتج مكتمل مش بس النص الأدبي يعني منتج مكتمل حدرتك قلت إن في بعض التعديلات عدلتها فيما يتعلق بالسياغة شكلها إيه؟ يعني كانت إيه السياغة اللي حدرتك أسعتها من 15 سنة النهاردة بعد 15 سنة حاسيت إنه لأ دي ممكن ما تمشيش مش هو دي مش هي دي طريقة اللي أنا أحب أكون بعبر بيها طبعاً ما كانتش تغيرات واسعة لأنه في النهاية الكتاب لابد يكون هو نفس الكتاب لكن أحياناً ممكن يحصل جملة مثلاً أنا كتبها وفيها مثلاً مفردة مثلاً مثلاً يعني لو مثلاً فيه جملة ممكن كان قد عارفة كذا أنا أخليها كان قد اكتشفة أن كذا يعني حتى أحياناً مفردة واحدة أو كلمة واحدة أو جملة متصاغة ببنية معينة أغير حاجة بسيطة في تركبتها يخليها أفضل لكن دون المساس بالمحتوى أو بدون مزود يعني ما بزودش حكاية ما بزودش فصل لا لكن في النهاية بما يجعلها أكثر أكثر رهافة ويخليني أنا راضي عنها أكثر لأنه زي ما قلت لحضرتك فيه مدرستين في المسألة دي فيه كاتب يقول لك أنا مش حاجة نحية القديم ده هو زي ما 12 كده حنشره تاني فيه مدرسة تانية تقول لأ الإبداع زي ما قلت لحضرتك مسألة متجددة والقارئ نفسه موجود وبيغير وعيه فإيه المنع؟ إن أنا لو فيه شيء أقدر أخليه أفضل إن أنا أخليه أفضل اسمح لي أقول لك إن ده كمين فيه قدر كبير جدا من التصالح مع النفس يعني أنا برضو أحب أحيي حضرتك على الجزئية دي لأنه اعتراف البني آدم نفسه بنفسه إنه هو محتاج يجدد أو إنه محتاج يغير أو إنه محتاج يعدل أو إنه محتاج يشيل حاجة أو يحط حاجة ده في حد ذاته تصالح كبير جدا مع النفس حضرتك قلت في الأول إنك شلت فصل كامل من رواية من الروايات فيه أدباء كتير مع كامل احترامي وتقديري وكتاب كتير ممكن ما يسمح لهمش أبدا يعني ثقتهم في نفسهم أو إيمانهم بموهبتهم إنه يشيل فصل كامل من كتاب إنما ده فيه قدر كبير جدا من التصالح مع النفس إنه أعدل وتعلم وغير وشيل وصلح على نفسي بنفسي دي أعتقد إن فيها قدر كبير جدا من التصالح مع النفس أهم حاجة في الكتابة إذا كنتم نتكلم في الكتابة على فكرة الشجاعة إنك تواجه العالم تواجه الناس تواجه الأفكار فعليك إنك تواجه نفسك بالزبط تواجه الناس ثق man ترجمة نانسي قنقر